بسم الله الرحمن الرحيم مرحبا بكم في درس من دروس تطوير في المرحلة الثانوية في الصف الثالث ثانوي في الفصل الدراسي الأول في مادة الرياضيات وموضوع الدرس هو حل المعادلات والمتباينات اللغارتمية الجزء الأول من إعداد أريج المنلوحي ومن تقديم صالح شميم ريف أهلا بكم سنتعلم اليوم معنى المعادلات اللغارتمية وحالات المعادلات اللغارتمية وحل المعادلات اللغارتمية أولا المعادلات اللغارتمية وتعريفها الحالة الأولى هي أن تحوي المعادلة لغارتما واحد لحل هذا النوع من المعادلات نستخدم تعريف اللغارتم مثلا على ذلك حل المعادلة لغارتم إكس للأساس تسعة يساوي ثلاثة على ثنين ثم تحقق من صحة حل نأتي أولا للغاريتم X للأساس 9 يساوي 3 على 2 باستخدام تعريف اللغاريتم نجد أن X يساوي 9 أس 3 على 2 ونلاحظ أن 9 هي حاصل ضرب 3 في 3 إذن هي 3 تربيع إذن X يساوي بين قوسين 3 تربيع أس 3 على 2 باستعمال خصائص ضرب القوة وضرب الأسس وهي خاصية قوة القوة إذن X يساوي 3 أس 3 وبالتالي X يساوي 27 للتحقق من صحة ذلك نعوض عن X يساوي 27 في المعادلة الأصلية إذن هل فعلا لغاريتم 27 الأساس 9 يساوي 3 على 2 بعدما نعوض X من 27 نتحقق من صحة المساوات الآن 27 بعدما نحلل 27 نجد أن هذه 27 لغاريتم 9 في 9 أس نص للأساس 9 هل هي تساوي 3 على 2 بعد ذلك نستخدم خصائص اللغاريتمات الضرب هنا يتحول إلى ماذا يتحول إلى جمع وبالتالي لغاريتم 9 للأساس 9 زائد لغاريتم 9 أس نص للأساس 9 هل هي فعلا تساوي 3 على 2 عندنا قاعدة أن اللغاريتم 9 للأساس 9 يساوي 1 زائد لغاريتم 9 للأساس 9 أس نص تساوي كم تساوي نص 1 زائد نص هل هي فعلا تساوي 3 على 2 بالفعل 1 زائد نص تساوي 3 على 2 وبالتالي 3 على 2 هنا يساوي 3 على 2 إذن المعادلة والتحقق منها صحيحا تدريب حل المعادلة لغاريتم X للأساس 16 يساوي 5 على 2 ثم تحقق من صحة حلك أولا نستخدم التعريف لحل هذه المعادلة لغاريتم X للأساس 16 يساوي 5 على 2 وبالتالي X يساوي 16 أس 5 على 2 الآن 16 يحصل ضرب 4 في 4 وبالتالي X يساوي 4 تربيع أس 5 على 2 حولنا 16 هذه إلى 4 تربيع بعد ذلك X يساوي 4 أس 5 وأربعة أس 5 يساوي 1024 لنتحقق من صحة الحل نعوض عن X يساوي 1024 في المعادلة الأصلية إذن لغاريتم X للأساس 16 يساوي 5 على 2 وبالتالي هل فعلا لغاريتم 1024 للأساس 16 يساوي 5 على 2 نحلل لـ 1024 نجد أنه تحليلها يساوي لغاريتم 16 تربيع ضرب 16 أس نص للأساس 16 هل هي فعلا تساوي 5 على 2 بعد ذلك نحول الضرب إلى جمع نقسم اللغاريتم مرة مع 16 تربيع ومرة مع 16 أس نص لو نلاحظ هنا أن اللغاريتم 16 تربيع للأساس 16 زائد لغاريتم 16 أس نص للأساس 16 هل هي فعلا تساوي 3 على 2 بعد ذلك نرى أن اللغاريتم 16 تربيع يعطيني 2 لماذا؟ لأنها لغاريتم 16 للأساس 16 زائد لغاريتم 16 للأساس 16 بالتالي راح تكون عندي كم 2 وهنا لغاريتم 16 للأساس 16 أس نص تساوي كم تساوي نص وبالتالي 2 زائد نص يساوي 5 على 2 إذن التحقق من ذلك صحيح أما الحالة الثانية في حل المعادلات اللغاريتمية يأتي أن تحتوي هذه المعادلة على أكثر من لغاريتم لحل هذا النوع من المعادلات نستخدم خصائص الدوال اللغاريتمية مثالا على ذلك حل المعادلة لغاريتم X تربيع ناقص 15 للأساس 3 يساوي لغاريتم 2 X للأساس 3 ثم تحقق من صحة الحل أولا لغاريتم X تربيع ناقص 15 يساوي لغاريتم 2 X جميعهم من الأساس 3 بعد ذلك استبعد اللغاريتمات X تربيع ناقص 15 يساوي 2X لما نطرح 2X من الطرفين تصبح X تربيع ناقص 15 ناقص 2X يصبح لدينا X تربيع ناقص 2X ناقص 15 يساوي 0 رتبنا المعادلة هنا الآن للتحليل لما نجي الحل للمفق قوسين X ناقص 5 في X زاء 3 أجدين حاصل ضربهم 15 وحاصل جمعهم أو طرحهم يساوي سالب 2 هما سالب 5 وموجب 3 أما X ناقص 5 يساوي 0 أو X زاء 3 يساوي 0 إذا كانت X زاء 3 يساوي 0 فإن X يساوي سالب 3 أما إذا كانت X ناقص 5 يساوي 0 فإن X يساوي 5 لنتحقق من صحة الحل هل X يساوي سالب 3 أو X يساوي 5 أولا نتحقق من X بعد ما نتحقق من X يساوي 5 نعوض 5 مكان X لغاريتم 5 تربيع ناقص 15 للأساس الثلاثة هل هي فعلاً تساوي لغاريتم 2 في 5 للأساس الثلاثة؟ تعالوا ونشوف لغاريتم 10 للأساس الثلاثة يساوي لغاريتم 10 للأساس الثلاثة إذن هما متساويان فقط عوضنا مكان X ب5 طيب الحل الآخر هل X يساوي سالب ثلاثة؟ بعد ما نعوض مكان X بسالب ثلاثة في المعادلة اللي في رأس المسألة نجد أن لغاريتم السالب ثلاثة تربيع ناقص 15 للأساس الثلاثة هل هي فعلاً تساوي لغاريتم 2 في سالب ثلاثة للأساس الثلاثة؟ نجد أنهما غير متساويان لماذا؟ لأن لغاريتم السالب 6 للأساس الثلاثة بالأصل هي غير معرفة وبالتالي X ناقص ثلاثة هنا الحل مرفوض إذن الحل هو الوحيد هو X يساوي كم؟ X يساوي خمسة حل المعادلة لغاريتم X تربيع ناقص 7 للأساس الثنين يساوي لغاريتم 6X للأساس الثنين ثم تحقق من صحة الحل أولاً نساوي المعادلة ببعض وبالتالي نحذف اللغاريتمات من الطرفين إذن X تربيع ناقص 7 يساوي 6X بعد ذلك نطرح 6X من الطرفين يصبح لدينا X تربيع ناقص 7 ناقص 6X يساوي 0 نرتب هذه المسألة لتصبح عندنا X تربيع ناقص 6X ناقص 7 يساوي 0 الآن نحل القيمة X ناقص 7 في X زاعد 1 يساوي 0 هنا ناقص 7 وهنا زاعد 1 أجدين حاصل ضربهم سالب 7 وحاصل جمعهم أو طرحهم سالب 6 هما سالب 7 بالطبع و1 إذن لدينا حلان إما X يساوي 7 أو X يساوي سالب 1 إذن نتحقق من صحة الحل أولا نتحقق من صحة X يساوي 7 نعوض بمعادلة الرئيسية لغارتم 7 تربيع ناقص 7 للأساس 2 هل هي فعلا تساوي لغارتم 6 في 7 للأساس 2 نحل هذه القيمة وبالتالي لغارتم 49 ناقص 7 يساوي 42 وبالتالي لغارتم 42 للأساس 2 يساوي لغارتم 42 للأساس 2 إذن الحل هو يساوي 7 نتحقق من الحل X يساوي سالب 1 إذن لغارتم السالب 1 تربيع ناقص 7 للأساس 2 يساوي لغارتم 6 في سالب 1 للأساس 2 هنا الحل غير متساوي لماذا؟ لأن لغارتم السالب 6 للأساس 2 هي غير معرفة وبالتالي X ناقص 1 مرفوض إذن الحل هو X يساوي 7 تدريب حل المعادلة لغارتم X للأساس 6 زائد لغارتم X زائد 5 للأساس 6 يساوي 2 ثم تحقق من صحة الحل أولاً لغارتم X للأساس 6 زائد لغارتم X زائد 5 للأساس 6 يساوي 2 نجمع هذه اللغارتمات في لغارتم 1 ونحول الجمع إلى ماذا؟ إلى ضرب وبالتالي لغارتم X في X زائد 5 للأساس 6 يساوي 2 وبالتالي بعد ذلك لغارتم هنا يحذف وبالتالي لغارتم الأساس 6 هنا يشيله وبالتالي باستخدام تعريف اللغارتمات نجد أن X في X زائد 5 يساوي 6 تربيع تربيع باستخدام تعريف اللغارتم بعد ذلك X تربيع زائد 5X يساوي 36 نطرح 36 من الطرفين نجد أن X تربيع ناقص 36 زائد 5X يساوي 0 هنا نحلل القيمة هنا عددين حاصل ضربهم سالب 36 وحاصل جمعهم أو طرحهم 5 هما 4 وتسعة وبالتالي X ناقص 4 في X زائد 9 يساوي 0 يوجد لدينا حلان إما X ناقص 4 يساوي 0 أو X زائد 9 يساوي 0 الحل الأول X يساوي سالب 9 أو الحل الثاني X يساوي 4 لنتحقق من صحة الحل X يساوي 4 نعوض في المعادلة الرئيسية إذا اللغاريتم الأربعة للأساس 6 زائد لغاريتم الأربعة زائد 5 للأساس 6 هل هي فعلا تساوي 2؟ لنرى لغاريتم الأربعة للأساس 6 زائد لغاريتم التسعة جمعنا 4 زائد 5 للأساس 6 يساوي 2 هل هي فعلا بالفعل تساوي 2؟ الآن اجمع اللغاريتمات في اللغاريتم 1 وحور الجمع إلى ماذا؟ إلى ضرب وبالتالي لوقاريتم الأربعة في تسعة للأساس ستة هل هي تساوي اثنان؟ اثنين يساوي اثنين وبالتالي الحل هنا X يساوي أربعة ينتحقق من صحة الحل الثاني X يساوي سالب تسعة بعد التعويض في المعادلة الرئيسية نجد أن هذه القيمة هل هي فعلا تساوي اثنان؟ لوقاريتم السالب تسعة للأساس ستة زائد لغاريتم السالب 9 زائد 5 للأساس 6 هل هي فعلا تساوي 2؟ تعالوا ونشوف إذن لغاريتم السالب 9 للأساس 6 زائد لغاريتم سالب 9 زائد 5 يساوي سالب 4 هل هي فعلا تساوي 2؟ هنا القيم ليست معرفة وبالتالي هي غير معرفة إذن الـ x كم تساوي؟ الـ x تساوي 4 لأن x يساوي سالب 9 غير معرفة وبالتالي الـ x يساوي 4 مثال حل المعادلة 5 لغاريتم x للأساس 2 يساوي لغاريتم 32 للأساس 2 ثم تحقق من صحة الحل أولا 5 لغاريتم x للأساس 2 يساوي لغاريتم 32 للأساس 2 الآن الخمسة اللي هنا بجنب اللغاريتم تتحول إلى ماذا؟ تتحول إلى الأس من خصائص لغاريتمات وبالتالي لغاريتم 2 للأساس 2 هنا إذن لغاريتم x5 للأساس 2 يساوي لغاريتم 32 للأساس 2 بعد ذلك x أس 5 يساوي 32 إذن x يساوي كم؟ 2 أس 5 وبالتالي x يساوي 2 إذن الحل هنا 2 ينتحقق من صحة الحل 5 لغاريتم 2 للأساس 2 هل هي فعلا تساوي لغاريتم 32 للأساس 2؟ تعالوا ونشوف الخمسة هذه نحولها إلى الأعلى لتصبح عندنا لغاريتم 2 أس 5 للأساس 2 يساوي لغاريتم 32 للأساس 2 هنا لو نلاحظ أن لغاريتم 32 يساوي لغاريتم 32 جميعهما للأساس 2 إذن الحل هو كم؟ x يساوي 2 تدريب حل المعادلة 2 لغاريتم x للأساس 7 يساوي لغاريتم 27 للأساس 7 زائد لغاريتم 3 للأساس 7 ثم تحقق من صحة الحل القيمة هنا كما هي لم تتغير بعد ذلك نرى الجمع تحول إلى ضرب والاثنين تتحول إلى الأس فوق الإكس وبالتالي لغاريتم x تربيع للأساس 7 يساوي لغاريتم 27 ضرب الثلاثة للأساس 7 وبالتالي لغاريتم x تربيع للأساس 7 يساوي لغاريتم 81 للأساس 7 اللغاريتم يسار واليمين يذهب وبالتالي x تربيع يساوي 81 إذن X يساوي موجب أو سالب 9 لنتحقق من الحل إما X يساوي 9 أو X يساوي سالب 9 نجرب أولاً X يساوي 9 نعوض X في المعادلة الرئيسية إذن X يساوي 9 2 لغاية رتم 9 للأساس 7 يساوي لغاية رتم 27 للأساس 7 زائد لغاية رتم 3 للأساس 7 هنا نحول 2 إلى الأس تصبح لدينا لغاية رتم 9 تربيع للأساس 7 ونحول الجمع هنا إلى ضرب إذن لغاية رتم 9 تربيع للأساس 7 يساوي لغاية رتم 27 في الثلاثة يساوي 81 وهنا 9 تربيع كم تساوي؟ 81 وبالتالي الحل هنا X يساوي 9 نجرب الحل X يساوي سالب 9 2 لغاية رتم السالب 9 للأساس 7 يساوي لغاية رتم 27 للأساس 7 زائد لغاية رتم الثلاثة للأساس 7 الاثنين هنا تتحول إلى الأس يصبح لدينا 2 تحول إلى الأس يصبح عندنا لغاية رتم السالب 9 تربيع للأساس 7 وال27 في الثلاثة كم تساوي 81 إذن هنا الحل لغاية رتم السالب 9 تربيع للأساس 2 غير معرفة وبالتالي X يساوي سالب 9 مرفوض إذن الحل الوحيد هو X كم يساوي؟ X يساوي 9 تقويم حل المعادلة لغاية رتم الـ X للأساس 8 يساوي 4 على 3 نستخدم تعريف اللغاية رتم لغاية رتم الـ X للأساس 8 يساوي 4 على 3 إذن من خلال التعريف X يساوي 8 أس 4 على 3 والثمانية هذه هي 2 أس 3 إذن 2 أس 3 أس 4 على 3 هنا 2 أس 3 أس 4 على 3 الثلاثة في أربعة أثلاث يساوي أربعة إذن X يساوي 2 أس 4 وبالتالي X يساوي 16 التحقق هل لو قالتهم الـ X للأساس 8 يساوي 4 على 3 طبعا هنا الـ X نعوض كم بالـ 16 وبالتالي لغاية رتم الـ 16 للأساس 8 يساوي 4 على 3 16 بعد التحليل تساوي 8 في 8 أس 3 وبالتالي لغاية رتم الـ 8 في 8 أس 3 للأساس 8 يساوي 4 أثلاث نحول الضرب إلى جم لغة رتم الثمانية للأساس ثمانية زائد لغة رتم الثمانية والثلث للأساس ثمانية يساوي أربعة على ثلاثة هنا واحد زائد ثلث يساوي أربعة على ثلاثة هل فعلا واحد زائد ثلث يساوي أربعة على ثلاثة نعم وبالتالي أربعة أثلاث يساوي أربعة أثلاث إذن النتيجة هي X يساوي 16 تقويم آخر حل المعادلة 3 لغاريتم X للأساس 2 يساوي لغاريتم 8 للأساس 2 ثم تحقق من صحة الحل أولاً 3 لغاريتم X للأساس 2 يساوي لغاريتم 8 للأساس 2 الثلاثة هنا تتحول إلى الأس ضغل X وبالتالي لغارتم X تكعيب للأساس 2 يساوي لغارتم 8 للأساس 2 إذن X تكعيب يساوي 8 وبالتالي X يساوي 2 لماذا؟ لأن X تكعيب يساوي 2 تكعيب وبالتالي X يساوي كم؟ 2 التحقق هل فعلاً ثلاثة لغارتم 2 للأساس 2 يساوي لغارتم 8 للأساس 2 نحول الثلاثة هنا إلى X يصبح عندنا لغارتم 2 تكعيب للأساس 2 يساوي لغارتم 8 للأساس 2 وبالتالي 2 تكعيب اللي هي 8 وبالتالي 8 يساوي 8 إذن هنا الحل X يساوي كم؟ X يساوي 2 ماذا تعلمنا لهذا اليوم؟ تعلمنا المعادلات اللغارتمية وحل المعادلات اللغارتمية التي تحوي لغارتماً واحداً وحل المعادلات اللغارتمية التي تحوي أكثر من لغارتم بهذا نكون قد أنهينا درسنا لهذا اليوم أرجو من الله العلي قدير التوفيق للجميع شكراً لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته